شاهدين معنا هنا في الأستوديو رئيس هيئة التصنيع العسكري العراقية المهندس محمد صاحب الدراجي شكرا لكم على وجودكم في عالم الظاهرة لهذا اليوم. وأعطاء هذا الوقت للقاء للبي بي سي عربي. أنتم الآن في زيارة على ما أعتقد هي رسمية لتوقيع التفاهمات. ربما اتفاقيات مع بريطانيا في هذا الخصوص. هل يمكن توضيع هدف هذه الزيارة وما تم التوافق عليه؟ شكرا لك كل قناتكم الكريمة. طبعا هيئة تصنيع الحربي العراقية. هي هيئة دفاعية للحفاظ على الأمن العام بالبلد من خلال توطين صناعة الأسلحة. وأيضا نقل التكنولوجيا العالمية إلى العراق لسد حاجات القوات الأمنية والقوات المسلحة من الأسلحة والاعتداء. خصوصا في ظل ما شفناه من تدهر خلال احتلال داعش لجزء من البلد. فتغيرت العقلية الستراتيجية للأمن القومي بهذا الاتجاه. من خلال زيارتنا إلى بريطانيا نعم تم توقيع محضر اجتماع بين مؤسس الصادرات العسكرية البريطانية وهي التصنيع الحرب العراقية لاتفاق وتعاون بالإطار العام لنقل التكنولوجيا إلى العراق. ومساعدة العراق بوضع خطة شاملة مستر بلان للصناعات العسكرية في البلد. وتم توقيع هذا الاتفاقية وهذا تأيين الاستشاري البريطاني العالمي من أدى الدول لمساعدتنا في بناء ما خربه قرار الحاكم الأمريكي بوالبريمار عام 2003. هذا القرار من الأهمية بمكان العراق في خارطة إقليمية عسكرية كبيرة. هناك دول إقليمية مهمة وزنها العسكري كبير. في ظل هذا الوضع ما هو دور الهيئة في هذا المجال؟ وأين تجد هيئة التصنيع الحرب العراقية نفسها؟ أمورها سنة وحدة شكلت عام 2020 نهاياتها. وبدأت بالعمل الحقيقي في عام 2021. وضع الإقليمي ملتهب. وهناك ترسانات عسكرية كبيرة جدا لبعض دول الجوار. في الجوار الجغرافي أقصد. وأيضا في الدول الإقليمية. باكستان، إيران، تركيا. هناك محاولات لبعض الدول العربية أيضا مصر. فالعراق كان له تاريخ كبير في هذا الشيء. استخدامه من قبل النظام السياسي السابق. وهذا المفروض أن يتعدل الوضع. لذلك وجودنا الآن لرسم سياسة تسليحية جديدة تعتمد على الإنتاج المحلي. قدر الإمكان. وهذا واضح ربما من إذا تابعنا الخطوات الأخيرة نتحدث عن طائرات مسيرة على معتق سقر واحد سقر اثنين. مسدس اسمه مسدس بابل. كل هذه هل هذه فقط لسد الحاجة حاجة الجيش العراقي؟ هل هي تستخدم فعليا؟ ما هي الخطة العسكرية لهذه المعدات العسكرية؟ هذه رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. نبدأ بعدة خطوات. هذا القرار يعود إلى القائد العام للقوات المسلحة وإلى استراتيجية الأمن القومي العراقي. الذي أكيد سيستخدم منتجات هيئتنا في أمور دفاعية لدفاع عن البلد مقابل تهديدات الخارجية والداخلية. نحن تهديداتنا أكثر من تهديدات الدول الأخرى. أولاً لدينا تهديدات خارجية. ضعف القوة العسكرية مقارنة بدول الجوار. هل نفهم أن تهيئة الحرب تهيئة العراق لمواجهة عدو خارجي؟ وداخلي. 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 لدينا احتمالية عدو داخلي. ثانياً، احتمالية عدو خارجي. عفوان، عدو داخلي. كما حدث مع آيسس والداعش والأصابات الإرهابية. وهذا الخطر بعد موجود. وأيضاً لاستطباب الأمن. مساعدة قواتنا أمنية لاستطباب الأمن. والسيطرة على السلاح المنفلت. وبعض الميليشيات التي خرج إدار الدولة. التي ستكسر هيبة الدولة وعاملتها قبل. لذلك لازم نقوي قواتنا الأمنية لمواجهة الأنواع الثلاثة من الأخطار المحتقبين. مواجهة الميليشيات المنفلتة والتي لديها سلاح خارج نطاق الدولة. كيف يمكن أن تساهم هيئة التصنيع العسكري في ذلك؟ هل تشير إلى أن هذه التنظيمات لديها أسلحة متطورة عما يملكه الجيش العراقي الحالي؟ نعم. قوات الأمنية نعم. لذلك لازم نقوي قواتنا الأمنية. ونحصر السلاح. ونرى مين المصادر الذي يدخل السلاح لهذه الميليشيات أو هذه الأصابات أو غيرها. يجب أن يكون كل سلاح خارج إطار الدولة وخارج إطار موافقة القائد العام هو سلاح مجنم. كيف يمكن السلطة على ذلك؟ هناك دعوات نسمعها من أقطاب سياسية في العراق. لحصر السلاح بيد الدولة. لكن هل هناك إمكانية؟ ونحن نرى الآن حكومة جديدة على ما أعتقد ستتشكل أو ترى النور. أو على الأقل هناك هذا الاتجاه. هل هذا سيغير إذن من طريقة التعامل مع هائة تصنيع الحرب ومسألة حصر السلاح بيد الدولة؟ أكيد. أنا أتكلم ليس بالجنب السياسي. أتكلم بالجنب الفني أكثر. جنب السياسي الكثير يقولونه وأغلب يقولونهم ميليشيات مسلحة. هذا حل سياسي. ولكن الحل الفني أن نسيطر على مصادر التسليح. نسيطر على الحدود. نسيطر على مصادر التسليح. الإسلاح المصنع داخل العراق. لازم نعرفه إذا نمني أن يأتي أما يصنع داخل العراق أو يستورث للقوات المسلحة بأمر القائد العام. فدائما حتى منتجات هيئتنا مع العلم أنها عراقية. ولكن تم حصر بيئها واستخدامها بأمر شخص واحد. وهو القائد العام للقوات المسلحة. الذي هو رئيس الوزراء في العراق. تغير الحكومات. هذا لن يؤثر على عمل الهيئة كمؤسسة. يجب أن تكون رصينة. لها تاريخ كبير. ولكن هناك قاب أو سنين. أشرتهم في السابق أن هناك ضغوطا ربما أو من يعرق العمل هذه الهيئة. هل تحدثت في ذلك أو عانيت في ذلك قوة داخلية أو قوة دولية؟ يعني العراق يستورد السلاح من الولايات المتحدة. من روسيا ومن الصين أيضا هناك تعاون عسكري. هل هذه الدول قد لا تسعى إلى أن هذه الهيئة تصبح منتجة محلية قوية؟ وقد تسعى إلى أن تكون هذه الهيئة فاشلة أو تتوقف عملها. كل الدول تبحث عن أمنها القومية ومصالحها الاقتصادية. وهذا حق لها. لكن هي سؤال يمنع دولتنا. أنا لا أعتب على الدول الخارجية. لأن الدول الخارجية تبيع لنا أسلاح. وما تريد أن نصنى أسلاح؟ لأنه من يبيع لك السمك لا ينبغي أن يعلمك الصيد. وهناك تجار السلاح الذين يستوردون. هؤلاء متضررين. وهناك للأسف بعض الفاسدين داخل منظومة الحكم سواء السياسية أو الإدارية الذين يأخذون كوميشنات من عملية شراء السلاح. رأيي. أنا أمكن معلومة. ولكن دعني استفاد منها. العالم العربي كله. وسط العراقي. الأسلحة التي تباع إلى العالم العربي أو الأعتداء تباع بخمس أبقاف تكلفتها. نسبة الأرباح 400% فما فوق. بينما إذا يتم إنتاجها داخل البلداننا العربية لكي نعمل على استراتيجية أمن قومي عربي موحد. نستطيع أن نتكامل بيناتنا. ويمكن لنا أن ننتج هذه الأسلحة أو الأعتداء بربع سعرها. ستكون توفر لنا موارد اقتصادية إضافية. نحافظ على العملة الصعبة. وأيضا تشغيل الأيدي العامة. لذلك سنواجه صعوبات من قبل هذه الدول التي تصدلنا. هذا المشروع الذي تتحدث عنه طموح وربما كبير في مواجهة هذه التجار السلاح. بالإضافة للدول التي أصلا تتبنى سياسة تجار السلاح. نتحدث عن ذلك. ولكن في إطار ما تقومون به تصنيع الأسلحة العراقية داخل العراق. يأتي أي تكنولوجيا؟ تكنولوجيا أمريكية؟ صينية؟ وهل هناك صراعات من أجل حصول على تكنولوجيا بعينها؟ والله سياسة التعامل مع أي تكنولوجيا متوفرة. الذي ينطينا تكنولوجيا ويقبل على نظام التكنولوجيا نخلي على رأسنا ونقول له أهلا وسهلا. ونتعامل معها اقتصاديا. الذي لا يريد التعامل معه هو أن نتعامل مع غيره. غير ملزمين بأي اتفاق مع بلد. الذي يجبرنا على أن نتوقف عن التعامل مع البلدان الأخرى. نحن حالتنا خاصة. صارنا تقريبا عشرين سنة متوقفين عن هذا الانتاج. ونقول طموح وشي ما نحن بالتسعة وثمانين. العراق هذه المؤسسة. كانت من أقوى المؤسسات الموجودة بالشرق الأوسط. فنحن الآن حتى نتقدم للأمام لازم نرجع إلى الخير. تجربة الأسلحة التي تنتجها؟ هناك فحص نوعي لكل الأسلحة التي ننتجها من قبل المختصين. ومرات نعلن ومرات لا نعلن. ذلك من سد سبابل ومدفع التحدي جربناها. وقالنا بتلفزيون التجارب. طبعا هي لازم منع. لكن حتى نزيد ثقة المواطن. نزيد ثقة المسؤول. وبين قوسين نحرج بعض الفاسدين أن هذا سلاح عراقي. لماذا لا تشتري؟ هذا السؤال. لازم تسأل القيادة السياسية للبلد. للمسؤول الذي تابع لهم. وقال له. إذا كان هناك سلاح عراقي. لماذا تشتري أجنبي؟ بنفس الكفاءة. لنرى مماطلة أو شيء. لكن إن شاء الله قليلا. المهندس محمد صاحب أدراجي. رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقية. شكرا لوجودك هنا في بي بي سي عربي. شكرا. شكرا. شكرا.